السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم في فيديو من قناة دوكتان تبان. هنعمل مراية العروسة الترين دي. طبعا دي مراية اللي غينا عنها في السيشن بتاع العروسة والميك اف اردست. اللي اول مرة اشوف الفيديوهات بتاعيتنا. ما يساش لايك للفيديو سبستراب قناة وتابعونا. اول حاجة انا بشتغلها على الخشب بالام دي اف. طبعا محتاج يتعزل علشان ما يشربش الريزن بتاعي. وطبعا اقفل مسامات الخشب. انا بعزل بالمادة دي اللي هزهرها لكم كده على الشاشة. جيبوها من عند الموان. او ممكن تعزله بالوان الاكليريك. انا عملت المراية دي لونها اسود. وبرضو اه عملت الطبقة الاساسية او الطبقة اللي انا سديت بها المسام بتاعة الخشب. اه باللون الابيض. اللون الابيض بيزهر كل الالوان. تمام? دي مرحلة اساسية. قبل ما تشتغلي اي لون اه على المراية او على الخشب. تمام? نغطي اللون اه على الناحيتين من المراية بتاعتنا. تمام? وننساش برضو اه الحواف اللي في الجنب دي برضو. لان بتبقى مساماتها كمان اعلى من الجزء اللي فوق والسطح اللي تحت. تمام? اتأكد كده ان هي اغطيتها. والحواف اللي من الجنب دي برضو. بالشكل ده. تمام? اه كده بعد ما نشفت هنحصل لها كده على جنب ونبتدي بقى نوزن بتاعنا ونجهزه لآآ استخب على الخشب. طبعا بنستنى لحد ما الطبقة اللي احنا ده هنهزك ونشفت تماما جفت ما فيش اي فيها رطوبة. تمام كده? انا مش هحتستهلك جتير يعني من الريزن فانا عامل كمية قليلة جدا للوجه الاولاني مسلا يكون عشرين جرام. من الريزن. وهيحتاج من المصلب حوالي تمانية جرام يعني حسب التمانية عشرين جرام كلهم. وممكن يتبقى منهم كمان. ده طبعا للطبقة الاولى او الطبقة البيزك اللي انا هشتغل عليها او اللون اللي انا هتزيل المراية. تمام كده? بعد ما نوزن المصلب نبتدي نخلط كله مع بعضه ونقلب كويس جدا. لحد ما الريزن والمصلب يمتزجوا مع بعض. كده الريزن جاهز انا هاختار اللون الاسود. استخدمت الالوان المايكة لان بتدي لمعة وضوء حلو قوي. بالشكل ده. هبتدي بقى هسيب الريزن يتقل شوية مش كتير. وهبتدي اوزعه بقى على السطح الاولان للمراية كله. طبعا انا حطى طبقة خفيفة عشان ما يسيلش ويعمل دموع في الطبقة التانية او الظهر بتاع المراية لان احنا بنستخدم الوش وبنستخدم الظهر. طبقة يعني ناحية بيبقى بكتوب عليها الكتابة والناحية التانية بيبقى عليها المراية ذات نفسها. فبنحاول بقدر الامكان ما يسيلش او نستخدم لاتيكس او غيرة او او تيب كده نحطه من ناحية التانية لو احنا قلقانين انه يسيل او يعمل دموع على الظهر بتاع المراية. هوزع كده. حبة حبة علشان زي ما قلنا الريزن ما ينزلش ويتهدر او يسيل ويعمل دموع. طبعا واضح كده ان اللامعة الريزن اهو بينا في الفيديو من قبل ما انا اا من قبل ما ينشف. لازم امشي بالولاع قلنا عشان في بيبقى في بابلز هي البابلز هتأثر معي في الشكل النهائي اللي يعني منقول الفنش بتاع الشغل. هستنى اه كده يتقل شوية وجبت البودر المعدني غرست فيه الشوكة كده او اي خلة بلا الشوكة انا هغيرها واستخدم حاجة تانية مثلا معلقة واعمل تعريقات صغيرة جدا خطوط كده من المايكة الدهبي تمام عشان يديني الشكل اللي هو زي الشكل الرخامي كده التعريقات الرخامية تمام همشيها طبعا وهو الريزن لسه لين لان هو بعد كده بيدي الشكل يعني ما زي ما احنا شايفونه كده لأ بعد شوية بيختلط اللون مع مع المايكة الدهبي وبيدي شكل تاني اول جميل هتشوفوه بعد ما ينشف تمام انا عملت خطوط كده عشوائية على كل المراية بالمنظر ده تمام كده تقدر طبعا لو مش عايزين الشكل كده تسيبوا اللون ينشف لوحده من غير استخدام تأثيرات الدهبي بس انا هوريكو لما تنشف تأثيراتها شكلها ازاي هتعجبكم دي بعد ما ما نشفت هبتدي الزق عليها الاسم انا عملت بالفنيل آآ اسم العميلة اللي عايزها المراية وحددت المقاسات اللي انا هلزقها عليها وهبتدي الزق الفنيل بتاعي طبعا احنا عارفين ان الفنيل آآ محتاج طبقة اللي من تحميها ومش هيطلع ولا اي حاجة بس طبعا على مر الوقت هتتعرض الكتابة دي للاستهلاك وتبقى شكلها مش حلو انما لما بتديها طبقة من بتحميها وبتديها لمعه اكتر هلزق اللي اسمي كده بالراحة حسيت المكان عايزي تزعسح السيكة كده صغيرة فانا هشيله وازبطه تاني قبل ما تتلزق خالص هزبط مكانها اللي اول بالشكل ده بضغط على السيكر بتاعي بعد كده بسحب الطبقة الشفافة دي ممكن تستخدموا كارت او اي حاجة تضغطوا بها على آآ الكتابة تسحب بالراحة جزء جزء بالشكل ده تمام كده هزق بقى الاس كنت عن لستيكر بردو تاك كده صغير بالفنيل هلزق بقى الاسمي برضو بنفس التكنيكة هضغط عليها وبكارت اضغط على الكتابة اللي موجودة معي وبعد كده اصحب الطبقة الشفافة وهلاقي الاسم اتلزق بسهولة جدا سعون كل ده بعد مريز يبقى جف تماما مايبقاش فيه اي ليونة عشان مايبقوضش معاك الدني تمام كده بالشكلة تمام كده انا لزقت الفنيل بتاعي اشيل الطبقة الشفافة اللي عدتاك برضو كده الاسم بتاعي جهز فاضل احط عليه طبقة للحماية بس انا حابة احط حوالين الحدود بتاعة المراية احجار كده اه باللون التهابي بتعمل اطار وشكله حلو وتحدد اه الاسم اكتر فانا بشوف كده شكلها هيبقى ازاي وبعد كده هبتدي احط الطبقة الشفافة والزق الاحجار بتاعتي دي اوزع طبقة شفافة بسيطة جدا جدا برضو ونحاول نخليها تبقى تقيلة شوية ما تبقاش خفيفة عشان برضو ما تنزلش دموع وتسيل على الطبقة التانية اللي احنا لسه ما اشتغلناش بها خالص اوزعها فوق الاسم كده بالراحة وعلى الاطراف اللي انا هحط عليها الاحجار الدهب اللي شفتوها معايا هبتدي اوزعها على الحدود بتاعة المراية انا حطت الاحجار كلها جوا الريزل وهبتدي اوزعها حاسة ان كده بقى اسهل وهبقى متحكمة فيها اكتر فبالمعلقة كده اخد جزء جزء وابتدي ايه اوزبطو على الحواف بتاعة المراية بالشكل ده هحط بقى الاحجار كده داير ميدور على سطح المراية واستخدم برضو معايا احجار صغيرة واحجار شوية اه حجمها متوسط طبعا بحطه بعد كده ايه باعد ازبطها واشيل من وسط المراية عشان ما تجيش على الكتابة كمان واحدة واحدة كده دا شكلها بعد ما رصيت كل الاحجار برضو همشي بالولاع بتاعتي على السطح علشان اي بابلز تطلع طبعا دا بعد ما جفة نبتدي بقى نشتغل على الجزء التاني عملت نفس الخطوات حفضتت الريزل الاسود وبعد كده عملت تعريقات باللون الدهبي وبعد كده هاجي لالزق فيها طبقة المراية طبعا فيه ضيفوهات موجودة دي ما كانتش هماني خالص لان الجزء دا اصلا هحطها عليه طبقة المراية وبعد كده هبقى اعمل شكل تاني ان انا هحط احجار حوالين المراية بتاعتي انا لزقتها الاول بنقطتين امير حاجة بسطة جدا وهاجي احط الاحجار الصغيرة زي اللي انا عملتها على الاطار بتاع المراية من ناحية التانية هحطها حوالين المراية ذات نفسها انا لزق المراية بورا عشان متعملش اضاءة وتعكس معايا في التصوير وهبتدي اوزع بقى الاحجار الصغيرة دي طبعا احجار صغيرة انا مجرقها ريزل او مقلبها مع الريزل فطبعا كده هتلزق المراية بتاعتي فعشان كده انا محطتش اللازب كتير تمام؟ هوزع بقى بالراحة كده من غير ما اجيب اي رزن على المراية عشان ما يتعنيش في التنظيف بتاعه بالراحة خالص هبتدي اوزع الاحجار الصغيرة دي داير ما يدور حوالين المراية بتاعتي وهرجع برضو احط احجار تانية على الاطار بتاع المراية زي ما عملت في الشكل التاني او في الواجهة التانية بتاع المراية مع الاسم تمام؟ هتبن اكتر بعد ما نخلصها هبتدي اهو اوزع حوالين المراية الحجار بتاعتي حاول اخليها متوازنة على قد ما تقدر من غير ما يبقى زيادة في جزء وقليل في جزء تاني تمام كده انا وزعتها حوالين المراية هوزع بقى حوالين الحدود والحواف بتاع المراية بتاعتي راح كده اوزعها وكده بعد ما وزعتها هحط طبقة ريزن شفافة برضو دي شكلها النهائي بعد ما حطينا طبقة ريزن شفافة وخلصت الفينيش بتاع المراية بتاعتي اعجاب خود فجو لايك رب فجو سبسكرب